بؤرة جديدة قديمة للتوتر في أوروبا مواجهة بجذور تاريخية ضاربة في الماضي بين كوسوفو وسيربيا صراع بلغة التاريخ والجغرافيا الحكاية تعود إلى سنوات خلت كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن سيربيا عام 2008 تشهد مواجهات متكررة في شمالها حيث تشجع بلغراد الصرب على تحدي السلطات الساعية لفرض سيادتها على المنطقة بأكملها كوسوفو دولة معترف بها جزئيا تقع في جنوب شرقي أوروبا تبلغ مساحتها نحو 11 ألف كيلومتر مربع فيما يبلغ عدد سكانها مليون وثمانمائة ألف نسمة من ضمنهم 120 ألف صربي أما أغلبيتهم الساحقة فمن الألبان المنطقة شهدت أحداثا دموية البانو كوسوفو تعرض لهجمات متتالية من قبل الصرب كان أعنفها في العام 1999 حينها شنت قوات الناتو هجوما على يغوزلافيا استمر 78 يوما لتنتهي الحرب بعد انسحاب القوات الصربية ومنذ ذلك الوقت تعمل قوات تابعة للحلف على حفظ السلام هناك أصابع الاتهام الغربية تشير إلى روسيا وتتهمها بدفع الوضع نحو التصعيد من أجل الضغط على أوروبا الكريملين أعلنها صراحة وقال إن موسكو تؤيد سربيا وحقوق سربي كوسوفو بشكل كامل وغير مشروط التوترات تتزايد يوما بعد يوم وحدتها وصلت إلى إعلان الرئيس السربي أليكساندر فوتشيش وضع جيش بلاده في حالة تأهب قصوى مع تحرك وحداته نحو الحدود القريبة مع كوسوفو مشاهد تعد إلى الأذهان صور النزاع العنيف في المنطقة قبل أكثر من عقدين من الزمن بلالة البجديني العربية لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات